مرحبا بكم مع المتمردين الحثين للذهب إلى مشاورة جونيفا لإنهاء الأزمة ووضحت المصادر أن ولد الشيخ أجرى في صنع مشاورة مع قيادة الحثين وأخرى في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه عبدالله صالح قبل مغادرته إلى الرياض وكشفت عن مرونة حثية خلال تلك المشاورة في تنفيذ القرارة الدولية وضفت أن الحثين سوف ينفذون نسبة كبيرة منها إلى صحيفة العرب نقرأ في مقالها أكدت التحولة التي تظهر في تصريحات مسؤولين روس تجاه الحرب الدائرة منذ أربعة عوام في سوريا بداية تشكل موقف روسي موازن لذلك الذي دأبت على التمسك به تجاه الرئيس السورية وحسب الصحيفة لم يعد خفيا الاتصالة المكثفة التي بدأ أن الولايات المتحدة تحرص عليها مع موسكو في المرحلة التي تلت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران حول ملفها النووية يضيف الكاتب واشنطن تحول إقنع موسكو بالتخلي عن الرئيس الأسد في مقابل الإبقاء على النظام ومؤسسة الدولة إلى جانب ضمان قدر من تأثير ومصالح روسيا في البلد الحليف لها منذ الحقبة السوفيتية وفي مقالها الافتتاحية كتبت الرياض الشرق الأوسط الذي يشكل الشريان الرئيسية لاقتصادة العالم يبدو أنه لا يحظى بالأولوية لدى أهم الاقتصادة الصاعدة ويعني الكاتب الصين فالبلد الذي حظيه بقيادة جديدة خلال العامين المنصر مين يبدو أنه غير معني سياسيا بشكل مباشر بما يحدث من تدعيته وكانه قرر البعد والنائي بنفسه عن مشاكل الشرق الأوسط حتى تضع الفوضى أو زارها يضف الكاتب القيادة الصينية الجديدة تحاول تفاديشون الشرق الأوسط ولم تقم حتى بزيارة تعبر فيها عن اهتمامها بهذه البقعة الجغرافية الأغنى نفطيا حيث تقول الإحصائية إن الصين تقدمت على الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم في أبريل الماضي وذلك للمرة الأولى ويأتي أكثر من نصف ورداتها النفطية من الشرق الأوسط ما يعني أن هذه المنطقة يفترض بها أن تحتل أولويتنا في سياسة الصين الخارجية في وقت تقول بيكين إنها ترغب في زيادة تأثير قوتها الناعمة هنا إلا أن ذلك لا يمكن أن يتأتى مع انصرفها عن شؤون المنطقة التي تمر بأزمة شاملة قد تؤذي الصين أكثر من أي دولة أخرى ونقرأ في مقل صدر بصحيفة ليبيا المستقبل بدأ تنظيم داعش يتحرك بسرعة وبسهولة وسط ليبيا بعد سيطرته على مدينة سيرت مصقة رأس العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والموالية لهو الناقمة على من جاء بعدها في تطور أثر تساؤلات عديدة غذها إعلنوا داعش الحرب على ميليشيا فجر ليبيا في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الصراع بين الطرفين رأى مراقبون أن التطورات الأخيرة مكنت داعش من خلط أوراق الصراع في ليبيا مستفيدا من البيئة التي وجدها وسط البلاد وهي بيئة تعرف بأنها موالية للقذافي ولا تخفي نقمتها على كل من جاء من بعده سواء أكان من فجر ليبيا أو من حكومة طبرق المؤتمر العشر للأفلان استرعى اهتمام الصحف الجزائرية تتحدث صحيفة الفجر عن سقوط حر لخصوم سعدان وتكتب سقطت أسماء معارضة للأمين العام للأفلان عمر سعدان الذي حصل على تزكية من تشكيلة أعضاء اللجنة المركزية في حين سجلت القائمة حضور ست وزراء في حكومة عبد الملك سلال الرابعة وإن لم تتضمن القائمة اسم الوزير الأول إلا أن سعدان حارصة في الكلمة التي يلقاها في نهاية المؤتمر على وصف سلال بالمناضل الكبير تتابع الصحيفة غابة عن قائمة اللجنة المركزية للحزب أسماء ما يصطلح عليهم بجماعة بلعياط والحركة التقويمية على غيرر عبد الرحمن بلعياط محمد برزام إلى جانب آخر أمين عام في الحزب عبد العزيز بالخدم ومن جهتها تنقل البلاد ما قاله عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطنية قال زياري إن خصوم الأمين العام الحالي للحزب يفكرون في إنشاء أفلان تاريخية ووضح أن انعقد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني في هذه الظروف وبهذه الكيفية وإدماج موظفين في اللجنة المركزية جاء للإهام بوجود أغلبية حكومية أكد القيادي في حزب جبهة التحرير أن خصوم القيادة الحالية للحزب يفكرون في إمكانية إنشاء قناة جبهة التحرير الوطنية التاريخية مضيفا ربما لن يرخص لنا لتسميته بهذا الإسم لكن أطلقنا فكرة استئنى في كفاح جبهة التحرير الوطنية الذي يمثل الجبهة الأصيلة كما قال ترجمة نانسي قنقر